اشتركوا في القناة واصفرت مناقشات المنتدى عن العديد من التوصيات منها انعقاده بشكل دوري لتيسير استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين دول المنطقة والتوسع في استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بمنظومة الافلاس وغيرها ايضا من القرارات يأتي هذا المنتدى في اطار الجهود المستمرة التي تبدلها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات وهي محور حلقتنا اليوم مع ضيفي في الستوديو الدكتور تامر عرابي الباحث الاكاديمي بمعهد التخطيط القومي اهلا بحركة اهلا بحركة نبدأ مع سيادتك ولكن بعد متابعة هذا التقرير تحرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وهو ما يعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال العديد من القرارات التي اتخذتها الدولة من خلال المجلس الاعلى للاستثمار تؤكد انها عزمة على تحقيق طفرة واضحة في مجال تعزيز الاستثمار العربي والاجنبي عبر اغراءات حاسيمة ومدروسة لتدليل العقبات التي تواجه هذا القطع المهم ومن هنا جاءت وثقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية والرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية كما اصدر المجلس الاعلى للاستثمار 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقل نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتسهيل استراض مستلزمات الانتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الطاقة وما يخص انتاج الهيدروجين الأخضر وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وكذا قطاع النقل وفيما يتعلق برسوم الصدرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير وتتعاون مؤسسات الدولة كافة على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وحل المشكلات التي تؤثر عليه وذلك عبر آليات جديدة تلائم طبيعته الخاصة وما يقضيه الأمر من تخصص وكفاءة ومرونة وسرعة حيث تم إعداد بنية تشريعية تستهدف تحسين الأداء وإبقاء المستثمر المتعثر داخل السوق وذلك من خلال تعديل الممارسات والإدارة بهدف تعظيم النواتج والعوائد واستغلال الفرص وزيارة القدرة على التنافس وصولا إلى ممارسة استثنائية ناجحة مرحبا بحضركم من جديد وضيف دكتور تامر عربي البحث الأكاديمي بمعهد التخطيط القومي أهلا بحرك مرة أهلا بحرك محمد بي خلناك أهلا بحرك بشكل أكثر وضوحا عن أهمية هذا المنتدى المنتدى أول من نوعه الخاص بأمر يمكن هو الاقتصاديين هو الأهم لرجال الأعمال أو القطاع الخاص أهم بشكل أكبر ولكن هل ده بالفعل ليه دور فيه تشجيع الاستثمار في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط بواجع عام زي ما بيحمل عنوانه في البداية باسم الله الرحمن الرحيم هو في الحقيقة المنتدى أعادينا نغضى فاس نفذة مختصرة عنه هو طبعا هو أول مرة يتعمل وأول نعقاد ليه كان في القهرة في خلال اليومين اللي هم يوم 19 و 20 يونيو الجاري كان هم الاثنين والثلاثة وبداية الظهور أو الموافقة على أن احنا نعمل منتدى زي ده جات من قرار مهم جدا أو تعديل لقانون اسم قانون الإفلاس والصلح الواقي الخاص بوزارة العدل اللي هو الخاص بالتجارة بمعنى أنه دلوقتي فيه منازعات للمستثمرين أو منسمى منازعات للصمار فانا دلوقتي علشان أقدر حل المشكلات المستثمرين كان لازم أعدل في هذا القانون لقانون مصري يعدلنا فبنانا على تعديل هذا القانون نادينا بوجود منتدى استثماري يحل مشاكل المستثمرين على نطاق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أولا ثم ننطلق إلى منتدى عالمي ممكن ندعو ليه بعد كده نضم كافة الدول الأوروبية بقراره معتبره وبيأخذ بيها؟ طبعا لأن ليه توصيات ليه سبع توصيات هنقولهم بس هنقول الأول وابتدى إزاي وإيه موضوع يعني في أثناء هذه التعديلات الخاصة بقانون الإفلاس والصلح الواقي للمستثمرين وإنهاء منازعات للصمار أو تحديث قوانين للصمار بنان عليه تم إطلاق هذا المنتدى إذا ما قلت لحضرتك طبعا المنتدى ده بالشراقة ما بين وزارة العدل المصرية وما بين مجموعة البنك الدولي ومؤسسة إنسل العالمية ده مؤسسة علامية وما بين وزارة التجارة الأمريكية اللي بيمثلها قانون التجارة عندهم وده الأربع جهات اللي هم مشاركين رئيسيين لهذا المنتدى طبعا حضر جميع الممثلين الممثلين لوزارات العدل في دول شمال إفريقيا أو الشرق أوسل وحضر وزير العدل القطري وممثل وزير العدل السعودي وكافة الجهات المعنية المشاركة في هذا المنتدى ومجموعة البنك الدولي حضرت وجهات مهمة جدا دولية وعلى مال للرقابة أو للاستفادة من هذا المنتدى وده هنقول شهادة بنجاح للسسمار داخل مصر ولما تيجي مؤسسة بنك دولي وتحضر عندي منتدى تشجيع السسمار أو أعادة هيكلة أعمال المنتدى اسمه المنتدى الأول لأعادة هيكلة الأعمال وتشجيعها للسسمار أو بنسميه المنتدى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأعادة هيكلة الأعمال وتشجيعها للسسمار وسميناها تاني مسمى تالت سميناها منتدى العدل لأعادة هيكلة الأعمال وتشجيعها للسسمار فلما أنا أعمل منتدى زي ده يخص تعديل بعض القوانين للمستثمر الأجنبي إذن هنا لما يحضر عندي مجموعة البنك الدولي يبقى ديش هادة دولية للمؤسسات الدولية أو للمستثمر الأجنبي بأن مصر تجذب للصمار وفيها مناخ جاذب للصمار حاليا وده مهم جدا نحن نطلق في هذا الوقت هذا المنتدى ليه في هذا الوقت مهم جدا العالم كله بيعيش حالة رقود العالم كله بيعيش حالة تلخم في الأسعار فالمستثمر بيدور عليه المناخ الآمن أو المناخ الجاذب للإصمار في كل الدول هل هو قرار سياسي أو قرار اقتصادي؟ اللي هو لدى الدول أما دولة تحب تستثمر في مكان آخر بتستثمر من الصلاة ديك الخاصة الموجودة عندها زي دول عربية تملك البترول دول كثيرة اتجهت اتجاه مفاجئ أو ممكن يكون مرتب لي إلى تركيا بشكل أو بآخر في وقتها كانت ممكن تتجه باستثماراتها الدولة أخرى عربية قبلتكم مصر على سبيل المثال مناخ الاستثمار فيها مناخ جيد زي ما حالك بتتحدث مش هزين نقول جيد جدا لكن هذه الجودة تستلزم أن احنا يبقى عندنا نوع من التعاون بشكل أو بآخر فيما بيننا وبين بعض كأشقاء أو دولة عربية وكمصلحة أيضا هو يصب في مصلحات المواطن الخليجي ما فيهاش أي مشكلة عشان كده معنا سؤالي هل هو قرار سياسي ولا قرار اقتصاد بسهو أنا مش هزين نقول إن فيه اختلاف ما بين السياسة والاقتصاد لأنهم موجهين لعملة واحدة مرتبطين ببعض ما فيش دولة كل قراراتها اقتصادية لا ترتبط بالنواحي السياسي لا لابد أن ترتبط بالنواحي السياسي فالقرار ده قرار سياسي قرار اقتصادي لتنهي مع بعض فالدولة أي دولة هتستثمر كحكومة وليكن حكومة من أحدى الدول الأشقاء العرب عازها تستثمر في أصول عندها أو في سندات أو سندات خزانة أو أيا كان في مصر هتحتاج إيه؟ هتحتاج قانون ضرائب يحمي فلوسها هتحتاج قوال الإصمار بيئة تشريعية مواتية بيئة تشريعية مواتية أو بيئة تشريعية تجذبها لهذا الإصمار فهي بتدور دلوقتي حضرت كل دولة العالم مش دولة العربية فقط أي دولة في العالم تبحث الآن عن المناخ الجيد للإصمار أو المناخ الممتاز للإصمار لتحقيق العائد بس لا مش لتحقيق العائد لكي تؤمن أموالها ما أنا ممكن أروح في دولة أستثمر في أحدى الدول الإفريقية ولكن ما عنديش السفت أو الأمان في الإصمار بتاعي يعني أعمل بروفة أرباح أو تحقيق عائد في خلال فترة سنة بس أنا عارف أنه في ريسك في خلال الخامس سنوات القادمة إيما مش هستثمر في هذه الدولة لأ أنا قبل ما بستثمر وعايز أشوف فيه عائد ليا على الإصمار بتاعي لازم ببحث الأول على الأمان لأموالي وخصوصا الهوتماني لأموال الساخنة اللي منتشرة في جميع أنحاء العالم اللي بتستثمر في مصر وفي جميع دول العالم وهو الهوتماني ده يعني هو ده المشكلة اللي بتقابلنا لما خرج الهوتماني من مصر حوالي 17 مليار دولار فتأثرنا فعشان كده احنا بنحاول نجزب الإصمار مرة أخرى فطريقة جذبنا الإصمار عن طريق موضوع حلقاتنا النهاردة لو منتدى هيكلة الأعمال وتشجيع الإصمار كان هدف الرئيسي أن أنا حطي إيدي على المشكلة الرئيسية اللي بتقابل المستثمر الأجنبي إيه مشكلته؟ مشكلته هل موجود هل لا يوجد بنية تحتية لمشروعاته داخل مصر؟ لا يوجد بنية تحتية يعني ما فيش أفضل من المشروعات القومية اللي اتعاملت في خلال السبعة سنوات السابقة اللي فاتت طيق قوانون الإصمار فيه قوانون الإصمار ولكن جار التعديل عليها اللي من ضمنها قرارات المجلس الأعلى للإصمار من ضمنها تعديل قانون الإصمار الحالي اللي هو قانون 72 سنة 2017 تمام فيه أماكن يقدر المستثمر يخلص تأسيس شركاته ويقدر يعني ينجز فيه مرحلة إنجاز كبيرة غير الأول ويقدر يقسش كده في خلال أيام فيه لكن نقصنا خطوات التنظيم يعني قبل الحلقة مع حضرتك اتكلمنا في جوزيتي التنظيم ما الفرق بين الدولة المصرية والدول الأخرى المتقدمة تحاجة تكلم على التنظيم يا خاندي اللي هو حسن الإدارة ولا التنظيم بمعنى أن نحن نبقى عندنا فكر منظم بآلية معينة سبتة واضحة نتعمل بها اللي اتنين حسن الإدارة هو جاي من التنظيم وهنا دلوقتي مبنى للسسمار هي تلسسمار مبنى راخي جدا يكاد يوضاهي جميع مبانى للسسمار العالمية وده كلام أحسب عليه نروح نشوف مبنى للسسمار في دبي ونجي نشوف مبنى للسسمار في مصر اللي تنزل يا بعض بل مصر أفضل هنشوف الموظفين جوه هنشوف أسلو التعامل هنا الاختلاف الاختلاف في التوقيت الإنهاء العمل الاختلاف في تنظيم المستندات اللي هقدمها للمستثمر الاختلاف فرض الفعل مني كموظف مسئول داخل الدولة المصرية لما أجي أتكلم مع المستثمر لازم يكون في أسلوب مطور لازم يكون عندي دا تكافية إذن هنرى هنرجع لجزئتي التدريب والتأهيل قبل تنفيذ أي قانون يبقى أنا هعمل تعديل لقانون السسمار هجزب المستثمر عملت منتدى شيء ممتاز جدا معنى تدريب وتأهيل إيه أنا للأنصر البشري حقا للأنصر البشري للأنصر البشري اللي هيتعامل مع المستثمر اللي هيتعامل مع المستثمر أضربه كويس جدا رايح يحجز اسم تجاري الشركة في حاجة الاسمار في حاجة اسمها عدم التباس لإسم التجاري أنا بدي المسال فالمستثمر الأجنابي هنيجي هنتفضل حضاكي فاندم إحنا تحت عمرك إحنا جاذبين للاسمار وهنقوم معها بكل الواجبات اللي احنا متعودين عليها كدولة مصرية وياخد إجراءاته ومستنداته كل حاجة لما يجي يحجز اسم التجاري عشان يبقى فيش عدم التباس بيتشور اسم لازم هنا لابد أن أكون مؤهل كموظف وأنا بقول له على الاسم التجاري ما عودش ألف ففو في مئة مكان ما ينفعش احنا في عصر أو في الجمهورية الجديدة ما ينفعش لسه عندنا جزئية طب تعالى بكرة طب الاسم ده مش موجود يعني في مشكلة كمان اللي احنا دلوقتي بنحلها اللي هي موضوع السيستم واقع اللي بتقابلنا في معظم الجهات المصرية دي أكبر مشكلة بتقابل المستثمر وجاري حلها هتقول لي هيا دين يكسبنا كل حاجة وجينا على موضوع السيستم واقع هندخل كده هيئة هيئة الاسمار هندخل هيئة التنمية الصناعية هندخل مأمورات الدرايب مأمورات السمار درايب السمار اللي برضو بينخلص فيها ورق المستثمر مشكلتنا بتقابلنا دايما في موضوع السيستم ويعتبر السيستم بيقع عليه علشان احنا لازم يكون لنا بديل اسبر للأمور طب حدك تفتكر بعد ما تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة الوزرات بدأت معظمها أو بعضها ينقل هناك بشكل منتظم لحد كبير إضافة إلى وجود البنية التحتية التكنولوجية اللي وضعتها وزارك في اتصالات أو الذكية بصفت لأي مدى ده برضو ليه دور مهم في إن ما يبقاش فيه أي عوائق سواء عن طريق جهاز كمبيوتر أو عن طريق سيستم في مشكلة فعلا ده معمول في الحسبان ده معمول في الحسبان طبعا يعني من أهم المشروعات القواة جدا اللي أنا ضد الناس مختلف عن الناس كلها في ناس كتير جدا بتقول لي ما كانش وقته العاصمة الإدارية وهناعمل بها لا كان وقته لأن لابد من التقدم من ناحية العمرانية والتكنولوجية والتوسع القاهرة وكلام ده لابد منه لابد من هذا القرار كان أجلا أم أجلا هنلجأ ليه مش مشكلة بها ده إن أمتى كان متأخر إن كان بدل مش دي المشكلة المهم إن احنا محتاجينه وتعمل ليه فايدة ليه فايدة كبيرة جدا هيعود عني بايه تكنولوجيا حديثة واسعنا النطاق العمراني للقاهرة المستثمر لما ييجي مصر عشان استثمر أمواله هلاقي تفضل حضرتك طيب احنا نتكلم مع حضرتك قبل الحديث عن التوصيات لأنه واضح إنها توصيات مهمة جدا وبتدي ثقل للمنتدى هكلم عليك قرارات المجلس الأعلى الاستثمار اتخذها لتشجيع الاستثمار في طائمة فيها 22 قرار أبرز القرارات الحالك شايفها مهمة ليه دور كبير في تسريع من وطيرة الاستثمار في مصر القطاع الخاص المحلي والأجنابي لأي مدى هو مستفيد من هذه القرارات لأن حتى القطاع الخاص المحلي ليه برضو طلوات أكيد طبعا وحنا عايزين نركز على المستثمر المحلي تمام المستثمر المحلي لازم يبقى ليه دور معانا مهم خصوصا أنه احنا بنحاول نشارك القطاع الخاص بنسبة 60% مع القطاع الحكومي فبالتالي بنشجع المستثمر المحلي من أهم قرارات المجلس الأعلى السمار والأنا شايف من وجهة نظري أن هي يعني بتوفيد جدا المستثمر وخصوصا المحلي هي إلغاء القيود على تأسيس الشركات ده مهم جدا يعني إلغاء القيود على تأسيس الشركات لسه متكلمين عليها مع حضرتك اللينا دلوقت لما جاء أسيس الشركة كل القيود وكل العواقق أزلها بسرعة من الوقت مدى بتنفيذ تأسيس الشركات اللي من ضمنها المنصة الإلكترونية مثلا بيتكلموا عليها بزرعة لتأسيس المشروع بشكل أسرع بزرعة أسرع وأسرع تخفيف مؤمنة يا فندم مؤمنة جدا من ناحية المؤمنة دي مؤمنة جدا بسرعة لكن مشكلة في المستندات أعايز أن نقلل كمية المستندات المطلوبة نصرع الوقت في إنهاء الإجراءات كتأسيس الشركات رقم اتنين والأهم في موضوع قرارات المجلس الأعلى للإصمار وده اللي هتفيد كافة المستثمرين سواء أجنبي أو محلي هو موضوع رد ضريبة القيمة المضافة للمستثمر في حاجة اسمها ضريبة القيمة المضافة اللي هي بتحسب سواء 14% أو 10% على البيع أو الإراد بالنسبة للمستثمر المستثمر بيجي لما بيصدر أو بيستورد سلع من برة بيدفع الضريبة الضريبة دي من حقه قانونة إنهم هيستلدها في السابق على ما بييجي استلدها بياخد شهور وكاد تكون سنوات مش هي غالبا فاندم هي اللي بياخدها مننا صاحب المكان ولا دي حاجة وده موضوع أو ده حاجة أوه موضوع إن أنا أخد من حضارك الكيمة المضافة ده بأخدها وقت على طول أول ما أصدر فطولة أو مستخلص أو عقد ما بينهم ما بينك بأخد الكيمة المضافة وبأوردها للدولة لكن أنا دلوقتي استوردت سلعة من برة والسلعة دي دخلتها داخل المصانع بتاعي أنا كمستثمر أجنب المفروض القانون بينص على حاجة أسمعها أرد ضريبة القيمة المضافة يعني أقود الضريبة اللي دفعتها عند الإفراج الجمهوريكي فكانت بتعطى للمستثمر ودي من أقل الأشياء اللي كانوا مفروض ننهيها فورا للمستثمر فمن قرارات المجلس الأعلى للأسلمار إنه حل المشكلة دي وده قرار بإنهاء موضوع رد ضريبة القيمة المضافة في خلال حوالي خمسة واربعين يوم فقط تلك الأول بتوصل لسنة واثنين فده ممتاز ده موجود برضو في دول أخرى زي ما كنا بتكلم مع حضرك على الإمارات العربية أو دبي بشكل عام هي عاصمة التقدم في الخليج لحد كبير يعني ده حاصل هناك يعني في نمازج إحنا ممكن نستلهم منها أفكار عربية أو أجنبية مش غلط طبعا أكيد الموضوع ده ولا هما عندهم طريق التعامل أخرى بتتماهى أو تتماشى مع طبيعة الدولة طبيعة التعامل بشكل أو بآخر من الناحية الاقتصادية والاستثمارية مع الدول المختلفة سداني حضرتك هو اللي حضرتك أنا سفرت دبي كتير وأسس شركاتنا لك لمصريين وبشاركة مع إماراتيين هما اللي بيستلهموا مننا مع احترامي لكل أشقائنا العرب كفة القوانين وكفة الأفكار الاقتصادية لأن احنا أقدم من كل الدول دي في كل حاجة نقص لنا حاجة واحدة بس حد جلتها لك التخطيط والتنظيم عندنا حسن الإدارة ده مهم جدا في كل شيء احنا عندنا كل القوانين أقدم قوانين عندنا وبتطوراتها بكل حاجة المنشآت الموجودة الحكومية أقدم منشآت موجودة في الشرق الأوسط اللي بيدير ألاف المؤسسات الأجنبية والمحلية بس نقصنا حسن الإدارة يبقى زي ما هيك قلت التدريب 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 والتأهيل الصحيح المواكب يكون مواكب للتقدم العالمي طبعا ما كيبش برضو حاجات يعني عايزين نفكر بقى شوية برا السندوق ده المطلوب الحاجة التانية لازم نهتم بالقطاع الخاص جدا والمستثمر المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برضو لازم نسهل عليها أكتر يعني فيه أمور اتغيرت في خلالها الستشور السابقة من شهر يناير حتى هذا اليوم في تغييرات في مشروعات الصغيرة المتوسطة والتسهيل على معظم الشباب أو المستثمر الصغار ولكن عايزين أكتر ليه بقى لأن المشروعات الصغيرة المتوسطة هي ده الحل الأمثل يعني لعملية الإنتاج السريع وهنا دلوقتي مفيش إمكانيات مالية يعني أقدر أفتح بيها مشروعات مشروعات بالضبط في ظل تدخم الأسعار وظل الاقتصاد يعني الغير قوي حالين العالم كله مش مصري بس خلينا نتابع محركة التقرير اللي جاي وبعدين نكمل النقاش تعمل الحكومة على إثراء المساري الاقتصادية الذي تنتهجه الدولة من أجل استدامة النمو وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج وإعادة التصديل لمختلف الدول الأوروبية والإفريقية على ضوء ما تمتلكه مصر من مقاومات تؤهلها لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية من خلال العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات الانتاجية بفرص وعيدة أكثر جذبا للمستثمرين حول العالم ترتكز على بيئة مواتية للأعمال وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية وموقع جغرافي متفرد وعمال مدربة وسوق استهلاكي كبير وتمتلك مصر فرصا استثمارية وعيدة وجذبة للقطاع الخاص في مختلف المجالات خاصة الصديقة للبيئة ومنها الأمونية والهيدروجين الأخضر وقطاع توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة بما يصهم في تمكينه من القيام بدور أكبر في عملية التنمية وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وفتح أفاق رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب على النحو الذي يضمن توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز تنفسية الصدرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء ومن ثم خفض تكاليف عملية الانتاج بقدر الإمكان في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الرهنة ولقد نفذت الحكومة العديدة من التدابير والسياسات والإصلاحات لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية ومنها اطلقوا وثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها استراتيجية تشاركية تسهم في تخارج الدولة من عدد من الأنشطة لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص في مصر وزيادة استثماراته وتواجده بصورة أكبر في الأسواق والمشروعات القومية على نحو يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة النمو الغني بالوظائف ومن ثم تعظيم الإرادات العامة لتحقيق المستهدفات الطموحة على نحو ينعكس في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واتساقا مع المصاري المصرية الدعم للإنتاج تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها ويسقاطها فور بدء الإنتاج فضلا على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والابتصالات تحديد اللي فات كان بيلقي المزيد من الضوء يمكن بشكل أكبر على وثيقة سياسة ملكية الدولة التروحات الحكومية عند الرخصة الزهبية يمكن الأمر اللي كنا لسه ما كملناش كلامنا فيه بتعلق بالقطاع الخاص والتنمية بشكل أكبر عليك كلمت على المشاوات الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية ودعم الدولة لها أصبح بشكل واضح لذلك الظروف التحديات التي تصدرها هكلمت عليها العالمية بالنسبة لدور المجتمع المدني في هذا الأمر الحاجة الثانية أكيد فيه صعوبات بتواجه القطاع الخاص سواء محلي أو زي ما كنا نتكلم عن المستثمر الأجنبي بالنسبة للمحلي إزاي أنا ميها إزاي عائد أو قيمة مضافة من الثروات اللي موجودة عندنا عندنا القطنة مثلا على سبيل المسأل بدل ما بيسافر قطنة ويرجع لنا بلابس أغلى من أحاول عائد بشكل أكبر من خلال هديا المشروع القطاع الخاص المعوقات اللي بتقابله حاليا أولا أنا عايزة أقول إن الهدف من مشاركة القطاع الخاص بالنسبة أكبر مع القطاع الحكومي إحنا بنستهدف حوالي 60% يكون مشاركته ليه قلنا كده إحنا عايزين نستهدف القطاع؟ لأن لقينا إن كل المشروعات بتبقى بالجانب الحكومي ولقينا القطاع الخاص بإيه اللي نسبة مشاركته مما أثر على إيه؟ لحل الاقتصادي فبالتالي إحنا عايزين هنا بييننا إحنا كدولة إن إحنا لازم نقف جنب القطاع الخاص فبالتالي خلينا كل المشروعات تبقى بالمشاركة مع القطاع الخاص طيب الهدف هنا إيه؟ الهدف هنا تنشيط الوضع الاقتصادي الهدف هنا القضاء على الركود الاقتصادي ليه بقى؟ لأن هنا لما أنا أشوف عملية احتكار لبعض السلع وجشع بعض التجار فزل الأزمات ودي موضوع خطير جدا وده اللي بيحصل معنا عشان كده هنرجع لنقطة مهمة جدا وهي الرقابة القوية لابد من الرقابة القوية جدا على موضوع التسعير والأسعار لتنين هنرجع لمشاركة القطاع الخاص إيه العواق اللي بتقابله عواق كلمنا فيها كتير ولكن هنوضحها بسرعة القوانين الضريب وتعدلاتها ده قابل القطاع الخاص اللي هو موضوع الشراحة الضربية وموضوع حوافز للسسمار إنهاء الإجراءات تأسي الشركات إنهاء المنازعات الضريبية والمنازعات الستمرية فيه مشاكل مع بعض المستثمرين في القطاع الخاص ما بينهما بين الجمارك وما بينهما بين مصطحة الضريب فنقعد نسوي بقى فيه تسوية طيب إقرار جيد ممكن يحل يا فندم اللي هو فيتكلم فيه فندم بنوضو عن حاجة اسمها قانون جديد للستثمار والإفلاس للشركات هل ده نعمل المحفزات؟ أحنا عاملينه عشان المستثمر الأجنبي ولابد أن نضع عين الاعتبار المستثمر المحلي ده مهم جدا ليه احنا الكلام ده عاملينه عشان المستثمر الأجنبي وده ممتاز إن احنا نجذب الستثمر الأجنبي ده شيء كويس جدا لكن الله لازم ننظر إلى المستثمر المحلي أيضا بحنا هنا لازم نعمل له تسوية المنازعات الاستثمارية والمنازعات الضريبية والمنازعات الجمهورية ثلاث منازعات بيقابلوا المستثمر المحلي أو القطاع الخاص زائد مشكلات التأمينات تأمينات العمالة داخل القطاع الخاص بتقابل وبتهدد بعض المصانع وبعض الهيئات الخاصة أو المشروعات الخاصة ممكن نعمل إعادة جدولة للمديونات بتاعتهم نعمل خطة نتضع الدولة خطة لتسوية هذه المنازعات سواء تأمينات أو جمهورية أو ضريبية زي مواد تساعدتك أو استثمارية تعديل بعض قوانين أو مواد اللائحة التنفيذية وده موجود في قرار المجلس أعلى الاستثمار اللي هو تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون 72 لسنة 2017 الخاص بالاستثمار ده مهم جدا للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي أيضا في حاجة برضو مهمة جدا بعض المصانع المغلقة لابد من نشوف مشكلتها بسرعة دلي كان اسمها المتعثرة المتعثرة ما هي المتعثرة يعني المتوقفة عن العمل تماما أو متوقفة بنسبة الـ 75% بس هنا منتصرها هي متوقفة تماما هنقعد ونشوف الأفضل فيه هنعمل حاجة اسمها أولويات لفتحة وعادة فتحة قنوات اتصال وتشاور وتحور مع هذه المصانع المصانع اللي أنا يعني شايف أنه هو تعصر لأسباب خارجه عن أردته هبتدي يعمل له جدول زمني وحل المشكلة المصانع التي تعصرت بسبب ضررتها الخاطئة أو بسبب أنه هو بياخد قروض وبيصرفها بطرق يعني غير صحيحة أو ليس بغرض الإنتاج لا أستنى عليه شواء فإذن هنا المصانع دي هتسهل لأمور كتير وهتخليه فيه عمالة هتشتغل يبقى هتقضيلي على بعض نسب البطالة هتخلي فيه حرقة في السوق يبقى فيه دخل هيزيد يبقى فيه أسر هتعيش طيب الاقتصاد الغير رسمي أو الغير معلم يعني ده غالبا هو بيمثل يعني جزء كبير من الاقتصاد لكن هو فيه حاجة مخلية دايما الشخص اللي بيعلمه خايف بعيد آه يعني إزاي طلع هذا الاقتصاد الغير رسمي أو اللي بيسموه تحت السلم آه من سمي تحت السلم إزاي طلعوا إلى العلن ويبقى عنده ثقة الشخص اللي بيعمل في هذا المجال إن محدش هي يعني هيجي عليه بالزبط أكبر عدد للاقتصاد الرسمي هو محلات التجارية أو إن سمي المحال التجارية ده أكبر عدد منشآت صغيرة من الاقتصاد الغير رسمي إيه المطلوب مني كدولة إن أنا خلي المحال التجارية تتضم إلى الاقتصاد الرسمي أول حاجة الاقتصاد الغير رسمي اللي هو ليس مشترك في الضرائب تأمينات أي شيء ما بتفعش خالص أي حاجة بتفعش خالص الكهرباء بتاعته والمية حتى ممكن يكون ما بتفعهمش كمان ويتعصر ويأجر محل غيره أو يمتلك محل غيره وده بتقابل مشكلات كتير طب أنا كدولة أجزب إزاي هذه المحال التجارية والبرش الصغيرة والمشروعات الصغيرة اللي هي الغير رسمية أجزبها بحاجة بسيطة جدا مين في مصر كلها كدولة عنده محل تجاري مش عايز يبقى معاه رخصة بتاعت المحل بتاعته أو رخصة النشاط بتاعته بمنتهى البساطة وفي نفس الوقت إد مبلغ بسيط ويبقى هنا الدولة بتديره حقه بالقانون وفي نفس الوقت هو ملتزم تماما بالسداد مفيش حد هيرفض كده الرفض بيجي من إيه الرفض بيجي من إغلاق وتشميع بعض المحلات بإبراءات خطأ طب أقبوا في رأي حضرتك ولا سعدوا لا سعدوا أسعدوا وبعدين حط عقوبات بس هو القانون يتحط القانون العقوبات في العالم كله مش في مصر يتحط ليه يتحط السببين اتنين عشان اللي يقطع يتحاسب وعشان اللي مش هيخطأ ياخد باله إن فيه قانون هيحاسبه لو أخطأ فبالتالي هنا لازم أسهل على أصحاب المحل التجارية فيه قانون أصدر حاليا اسمه قانون المحل التجارية وتم تعادلاته بيسهل عليه بس هو القانون عايز نبصاته قوي كل حي وكل مجلس مدينة اللي بيبقى مسؤول عن المكان أو الحي أو المدينة ليه موظفينه ليه مسموه موظفين الترخيص أو مسؤول الترخيص بيعمل البلان بتاعته الخطة بتاعته بعدد المحلات الغير رسمية ويعللها الرئيس الحية أو الرئيس مجلس المدينة يبقى فيه شيء منظم ومحترم في ظل الجمهورات الجديدة ما يبقى الشغل عشوائي وده طبعاً هم نفتقده في موضوع المحليات أنا عارف لكن إحنا كدولة إحنا دولة قوية فعشان يكون دولة قوية قولاً يبقى لازم فعلاً فعلاً إزاي؟ المحل أدي محل أدخل عليه أنا كموظف ترخيص أنا عايز أعمل لك الرخصة بتاعت حضرتك طب هو ظروفه على قده وبيعنده أسرة تتكون من 3 أفراد أو 5 أفراد عشان تجي تقوله ادفع لعشر تلاف جنيه وقفلك محل لا أنا ما أقولهش كلمة تقفل المحل دي أبداً ما قفلش هنا نشاط محتاجه جداً يشتغل ويعايش أسر أنا أعمل إيه؟ أقول له ساعتك هتدفع ألف جنيه مقدم لإيه؟ لحين إصدار الرخصة وديه له إصال أو جواب رسمي علشان أحميه قانوناً إنه محدش يقدر أتعرض لأي صاحب المحل أو الورشة أو المصنع الصغير اللي هو في الاقتصاد غير الرسم يعني في الهول أصدرت هذا الإختار ليه وخدت الألف جنيه حصلتها داخلت خزينة الدولة أبتدي إجراءاته بتلت ورقات بس ثلاث مستنادت بس سند الملكية أو الحيازة اللي هو سيان عقد إجار أو عقد تمليكة في أنجلم صورة بطاقت وحضرتك خدت بالك إصال مرافق ثلاث حاجات بس ما جيش بقوله رسم هندسي من أحد المهندسيين والشارين رسم هندسي إذا كان هو قدامي هو قدامي فتح المحل وشغال رسم هندسي إلي طلبه منه لو أنا عايز كده وكدور على سلامة وصحة المواطنين أنا اللي أعمل رسم هندسي ليه وحاسبه عليه بمعنى أنا كحي في مهندسين عندي شافق عمل رسم كروكي اسمه رسم كروكي للمحل خلاص هيعمل هو رسم هندسي وحاسبه عليه بسعر التكلفة طيب أتكرم محرك بجدد التقرير على أنجح التجارب في هذا المجال تماما تشهد مصر فترة ذهبية وغير مسبوقة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي فالدولة تقوم بالمشروعات وتضع الإمكانيات وتذلل العقبات وتضع المستثمرين للدخول في الفرص المتاحة كافة مثل التشغيل وغيرها وذلك في العديد من المجالات كالتعدين ومزارع الأسماك والبنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها تم إطلاق منتدى في خلال اليومين الماضيين والمنتدى ده اللي هو منتدى إعادة الأعمال وتشجيع الاستثمار والحقيقة أنا بعتبر أن ده منتدى مهم جدا حتى كان فيه مشاركين كبار جدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمان كان فيه برنامج تطوير القانون التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا البنك الدولي وعدد كبير جدا من الدول العربية شاركت في هذا الموضوع وكان تحت قيادة الرئيس السيسي الحقيقة اللي هو بيوجه دائما نحو الاهتمام بدعم الاقتصاد القوم الحقيقة في الموضوع المبادرة ده مهم جدا وبقول أنه بيمثل جزء من قوة مصر النعيمة لأنه له تأثير كبير جدا على التشريعات المتعطلقة بإعادة الأعمال وأيضا إعادة النظر في منظومة الإفلاس ويعد من أهم القرارات الحكومية المتخذة لجاذب الاستثمارات الأجنبية التأكيد على سرعة تنفيذ خطة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الحياة التنفسي في السوق المصرية إضافة إلى قرار التوسع في إصدار الرخصات الذهبية لو أتكلم عن قامة وزارة العدل فهذا دليل قاطع على أن الدولة المصرية حريصة على جذب الاستثمار في إطار خطة طموحة لتنمية شامل إضافة إلى أن ذلك جاء وفق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتزليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين إضافة كذلك إلى تعزيز الاستثمار المحلي والدولي نهيك عن أن مؤتمر هيكلة الأعمال وتجريع المستثمرين قام بمناقشة بعض الخطط المستهدفة لتهيئة المناخ أمام المستثمرين داخل الدولة المصرية بما يدعم ذلك الاستثمار وتنافسيته على المستوى العالمي نهيك عن أن المؤتمر عمل كذلك على اقتراح بعض التعديلات التشريعية ضمن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقع للإفلاس وهذا فالإنبليل قاطع على أن ذلك يساهم في الحفاظ على كافة مستحقات المستثمرين داخل الدولة قانونيا واقتصاديا ومن المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستكتذبها السوق المصرية إلى 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة 2023-2024 من خلال تنويع مجالات وفرص الاستثمار وتركيز على جذب الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا وتوطينها والصحة والتعليم والزراعة والنقل والطاقة المتجددة والجديدة ترجمة نانسي قنقر والأي مدى استطعت هذه الدولة أنها تدمج الاقتصاد الغير معلن أو الغير رسمي بشكل كبير في الاقتصاد الرسمي أو دمج تهم طبعا معظم دول أوروبا في المقام الأول ده حقيقي لكن التجربة اللي أنا عايزة أقول عليها ولكن لابد نستفيد منها سواء من ناحية الإدارة ومن ناحية القضاء على الفساد ومن ناحية الاقتصاد الرسمي ودمج وداخل الاقتصاد الرسمي وعمالية التقشف كمان من النفقات الحكومية هي دولة البرازيل ولابد ندس هذه التجربة واخد بهذه التجربة أخد منها النواحي الإيجابية بما يتناسب مع طبيعتنا كشعب وقواننا كدولة دي جزئية مهمة جزئية التانية والأهم إحنا لازم نقول إيه مشكلتنا موضوع للصمار والاقتصاد داخل مصر مشكلتنا دايما نقول في ظل الظروف اللي بتعيشها بيعيشها العالم كله من حرب روسيا أوكرانيا ومن قبلها كورونا وغير اللي جاي ربنا يعلم بيه رب يكون خير إن شاء الله هو مشكلة مصر كلها الانتاج وكيفية زيادة الانتاج وتقليل النفقات ما هو الاقتصاد كله يعتمد على الجملة دي علشان أحسن من وضع الاقتصاد يبقى هنا زيادة الانتاج تقليل النفقات أزود انتاج إزاي؟ هلأ أزود انتاج في يوم ليلا؟ طبعا هحطت زيما الدولة المصرية بتحط خطة دلوقتي لزيادة الانتاج وفيه حوار وطن موجود بدمك كل أطياف المجتمع والمنظمات المجتمع المدني والأحزاب وكله عشان كل يقول رأيه ومنتهى الوضوح يبقى فيه اتفاق على رأي واحد جماعي يضم كل الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طب أقول الجملة بس أخيرا في زيادة الانتاج حضرتك فيه حاجة بس هازين نقول عليها اللي هي خريطة الانتاج عايزين نبقى فيه خريطة للانتاج لكل قرية قبل المدينة كمان يعني أنا عايز أعرف وانا قاعد كمتخص قرار اهي وقف اندم القرية دي بتنتجي وده بينتجي وده بينتجي عشان أقدر أقوي هنا مراكز القوى الانتاجية داخل كل قرية والمراكز الضعيفة داخل القرى والمدن والمحافظات أقدر أقويها أكتر يعني اللي ما عندهش انتاج في حاجة معينة أو عنده عوائق أقدر قويه سواء بقوانين أو سواء بحوافز أو بدعم أو خلافه طيب اللي قوي يبقى أنا خلاص أقدر أحافظ عليه ويستمر على هذا الانتاج نشكر حكا دكتور تامر عوري بحث الأكاديمي بمعادل تخطيط القومي على هذه المعلومات والأفكار والاطرحات رحيك طرحتها يمكن مهمة جدا في رأيي والنماذج أيضا اللي ممكن يتم الاستلهام منها في التعامل مع الملفات المهمة كملفات الاستثمار والاقتصاد بشكل عام شرفتنا شكرا على موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة